السلام عليكم اليوم اتحدث عن الفلسوف ايمانويل كانت اللي يعتبر احد العلامات البارزة بتاريخ الفلسفة بوجه عام وبالفلسفة العصر الحديث بوجه خاص ايضا يعتبر اكبر فلسفة القرن الثامن عشر استطاع بحياته وبمؤلفاته ان يترك في الحياة العقلية وبالفكر الفلسفي اثر باقي الى حد الان سواء بعصره او بالاجال اللي اتت من بعده تعتبر فلسفة ثورة مثل فلسفة سقراطي شبوها بعض المؤرخين اللي سقراطي اللي صرف الانسان عن دراسة الكون الدراسة النفس حتى انه كثير من المؤرخين الفكر الفلسفي يعتبرون انه اعظم فلاسفة اعظم الفلاسفة هم يعني من العصر اليوناني الى العصر الحديث هم فلاطون وارستو وديكارت وكانت كانت ولد سنة 1724 بمدينة كونجسبرغ هاي كانت في مملكة بروسيا مملكة بروسيا هي يعني كانت في المانيا قبل ان تكون المانيا هاي موجودة مملكة بروسيا وظلت مستمر هاي المملكة لحد الحرب العالمية الثانية توزعت على ست دول تقريبا على روسيا وعلى فرنسا وبولندا وليتوانيا المهم يعني هي المانيا الان بروسيا مقاطعة من مقاطعات المانيا زين الاسرة الي ولد بها كانت اسرة متدينة وايضا اسرة تعاني من الفقر والحرمان بعدين درس بالثانوية بدارس المدينة اكمل دراسته بجامعتها جامعة كونجسبرغ كان يدرس دين طارب باللهوت بكلية الفلسفة والديه كانوا يتمنون ان يخرج يعني كرجل دين لكن هو كان بسبب حبه للفلسفة كان يعني يفضلها على دروس الدين يفضل دروس الفلسفة على دروس الدين هذا السبب رمما الى انه التعليم اللي تلقى بطفولته اورثة اه كره شديد للشكليات الدين حتى انه امتنع طوال سنين طويلة من حضور اه الصلاة العامة بالكنيسة كان يبغض يعني تغريب الجانب الديني على الجانب العقلي بالتعليم فيكره التعليم بصورة الجدل اللي ما ينتهي مراسم الشكلية وساعات اللي ينفقها بالصلاة وتعليم الدين ولها علاقة بساعات الافطار حتى ساعات النوم فكان يكره هاي الدراسات الدينية ونقدها وراح نطرق لها بالحلقة الثانية اللي نطرق بها عن فلسفة الدينية قلنا انه هو ايضا كان يعاني من الفقر الشديد كل حياته كان يعاني من صعوبة بالعيش يعني طوال فترة الدراسة بالجامعة لكن بالاخير تغلب على بعض المعاناة بانه كان يعطي دروس خلنا نقول خصوصية لبعض زملاء البعض ابناء الاسر الميسورين حتى ساعده على نفقات التعليم والحياة بالجامعة الدرج كانت بالمناصب الجامعية فإلى انوصل المنصب يعني عميد كلية الاداب خمس مرات وكان مدير الجامعة عمرتين بهاي الفترة اصدر اهم اعمال الفلسفية على اطلاق اللي هو كتاب نقد العقل الخالص وبعدها بفترة نقد العقل العملي وان شاء الله ايضا نتحدث عليهم بحلقات اخرى كان الفلسف كانت مني حاضر بالجامعة بكل المواضيع مواضيع متباينة وبلغة واضحة يجذب اكبر عدد من الطلاب كان كل الطلاب معجبين فصاحت الرائعة لكن هذا كمحاضر لكنه كمؤلف اكو صعوبة جدا بكتبة ما كانت يعني سهلة الفهم سنة 1780 كانت اصبح عضو بمجلس الشيوخ الاكاديمي وبعد ذلك اصبح عضو بالملكية للعلوم في برلين واستمر بالقاء المحاضرات بالجامعة وكتابة البحوث والمشاركة بالمؤتمرات الى ان بلغ سن شيخوخه كرس كل حياته للفكر وللفلسفة بسبب الفقر مالته كانت بقى الاخر يوم حياته ما اززوج ومخطر باله انه حتى يززوج كان يفكر مرتين بالزواج طيلة كل حياته لكن حتى ما وصل الحد المصارحة بالزواج السبب كان الفقر فمرتين يعني توقف عند التفكير والتردد كان يوازن بين دخله والنفقات نفقات الزواج ومسؤولية العائلة بعد ذلك ما فكر بالزواج نهائيا وحتى من يطرحون عليه السؤال يعني بهالموضوع كان يغير مجدر الحديث ويعني اعتبر التدخل بشؤون الخاصة ايضا عرف عن الفيلسوف كانت يعني صرامة وانضباط وترتيب بحياته اليومية فكان يعني يصل بي حد المبالغة بهذا الشئ حتى انه جيرانه يقال انه جيرانه كان يضبطون ساعاتهم على خروجه للمشي يوميا من الساعة الرابعة والنصف عصرا اه مرتدي المعطف مالت الرمادي وعصا عصاته بايده الحد درجة من الترتيب والدقة قده اه يذكر انه يعني حتى ما كان يتاخر عن هاي النزهة الحد الان موجود هذا الشارع اللي كان يتنزه به اسمه نزهة شارع نزهة الفيلسوف جدور الحياته كان يستيقظ يوميا بساعة بالخمسة الصبح هو يذكر عن نفسه بمذكراته انه ما يستغرق بالنوم الى ما بعد الخامسة لمدة 30 سنة هذا الجدور مالته يبدأ يوميا بشرب القهوة الكتابة بعدين المحاضرة بعدين الغذاء بعدين يخرج للنزهة والمشي وايضا كان يخلد للنوم بالساعة العشرة بسبب اعتلال صحته وايضا كان يتنفس من انفه بسبب البرد في ايام البرد لذلك يعني ما كان يسمح الاحد بالحديث معه اثناء نزهته اليومية بالشتاء وبالخليف وبالربع ايضا لان راح يضطر الى التنفس من فمه يعني يتكلم ويتنفس من فمه من يتكلم يعني ما راح يقدر يتنفس الا من فمه كان يقول انه الصمت خير من المرض فما كان يقبل احد يتناقشوا بهاي الفترة الفيلسوف والمورخة ديورانت وولي ديورانت يقول انه طبق الفلسفة حتى على ربط جورابة كان الى طريقة خاصة يربط جورابة بجوب البنطلون كان يفكر بكل شي تفكير طويل قبل ان يقدم عليه هذا جزء من شخصيت كانت طبعا شهرته اصبحت في كل البلاد بالطول وبالعرض وكان يدرس يعني تلقى عروض كثيرة للتدريس بجامعات اخرى يقال انه يعني حتى الراتب مالتها يصل اربع ضعاف ضعف راتبة لكنه كان يرفض كل هاي العروض كل مرة لانه يعني ما كان يقدر يترك مدينته اللي يولد بها كانت طبيعته انه ما يحب التغيير يقال انه حتى بالامور البسيطة بالبيت مالتها ما يقبل حتى الاساس يتحرك اي تغيير بسيط يعني يعني يبقى غير مستقر يرون عن كانت انه كان عمره ستين سنة وكان معتاد يكتب انه بكان محدد من بيته ومقابيله نافذة مطلة هاي النافذة عليما على قبة كنيسة رخمة فلما يكتب عيونه على الورق لما نرفع رأسه يشاهد قبة الكنيسة معتاد على هالشي كانت بعد سنوات تمزل عشجار بحديقة جارة فانحجبت رؤية من النافذة للقبة قام من نرفع رأسه ما يشوف القبة يشوف الاشجار فبدأ يتململ كانت ويشعر بالقلق بعدين وجد نفسه غير قادر على العمل فبعدين لما تم اخبار جارة جارة كان معجب بكانت ويحبه وافق انه يقلم هاي الاشجار حتى يرجع الفلسوف كانت الى حياته الاعتيادية كان ايضا يرفض السفر وعاش حياته كلها يعني بدون ان يرى اي جبل او بحر مع العلم انه بحر البلطيق كان يبعد مسافة ساعة ووحدة عن المدينة اللي ساكن بها يقال انه يعني يعتقد البعض انه هاي الاوصاف كلها والعادات اللي هصله مرض اسمه ذاتوية طبعا الفلسوف كانت كان تأثير الفكري على ثلاث جهات دينية سياسية علمية بالناحية الدينية راح نتكلم علي بحلقة اخرى ان شاء الله وعلى الناحية السياسية ايضا راح نتكلم بيها وايضا على الناحية العلمية راح نتحدث عنها يعني ثلاث حلقات راح نتحدث بيها ان شاء الله بس هنا اختصروا فيه بالناحية الدينية الفلسوف كانت يعني تربى على تقاليد مسيحية مش شددة لان اهله كانوا تابعين فرقة اسمها التقوية التقوية المسيحية اللي اسمها كان مشتق من التقوى بالوراق هي حركة بروتستانتية يعني تلتزم بالتقوى والزهد والبساطة بالحياة وانه الانسان يجب ان يعيش حياة زاهدة وما يكترث ولا يهتم بب اه يعني انه يكون مرفه او غني وايضا عدم الاهتمام بالتقوى والشعار وحتى عدم التحصب لها هاي على الناحية الدينية الجانب السياسي عاش كانت بعصر التنوير واثر وتاثر بكل معطيات ذلك العصر يعني احنا نعرف عصر التنوير هو العصر اللي بدأ بالفلاسفة العظماء اللي غيروا اوروبا يعني من فرانسيس بيكون الهوبز اللوك باركلي ديكارت سبينوزا كل دولة هما فلاسفة روسو دولة فلاسفة عصر التنوير اللي هو اخرهم كانت اللي اثر بيهم وتأثر ايضا فكان من المطالبين يعني من المؤيدين الحقوق الانسان واكد على المساواة بين الناس كلها بنفس الوقت دافع عن حكومة بلاده يعني ما كان يقف ضدهم وايضا هو كان متأثر تأثر عميق بالفلسول الفرنسي جان جاك روسو يعني اللي كان يطرح كتابات السؤالات عن طبيعة الاخلاق وطبيعة المجتمعات ومشكلة الافراد الثلاثة بجانب العلوم الطبيعية ايضا كانت درس كل اعمال وكتابات نيوتن اللي يعتبرها اساس المحاضرات بالفيزياء وفلسفة الطبيعة وحتى في سنة 1755 نشر نظرية التناوب اللي يوضح بها اصد العالم مشرح دوران وتناوب الكواكب واليوم بتعرف هاي النظرية الفيزائي باسم فرضية لابلاس لابلاس هو الفلك الفرنسي اللي يطور هاي النظرية وطلح نموذج مشابه الها سنة 1755 عاد كانت مرة ثانية للجامعة وقدم بحثه وطروحاته وعطت الجامعة وظيفة مساعد استاذ كانت هاي الوظيفة بذلك الوقت يعني هاي بداية حياته الجامعية يعني مرتبة متدنية وحتى بدون راتب لكنه كان يأخذ رسوم فقط من الطلاب بتلك السنوات كانت ايضا يدرس طلابه بالجامعة يعني تقريبا 28 ساعة بالاسبوع وكان يعطي مجموعة كبيرة من المواد والموضوعات التدريسة من ضمنها فلسفة علم وصول التربية الرياضيات الفيزياء العلوم الاجتماعية حتى علم المعادن الجغرافية وبعد ان ينتهي من يومه الحافل كان يعني يستمتع بقلات الجرائد ويجلس على القهوة وبالمساء كان يلعب بالورق والبليارد مثل ما قلناه عانى من الفقر فارغمت الظروف المادية القاسية على العيش ببساطة بشقة مفروشة ما بها الا السرير وطاولة وكرسي وحتى جدرانها كانت عارية الا فقط صورة معلقة للفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو ايضا طرح ان يشتغل عامل مساعد بمكتبة عامة تابعة القصر الملكي حتى يعني يحصل بعض النقود اللي بتفيده كدخل اليه طوال ستينات وسبعينات القرن الثامن عشر كان الفيلسوف كانت نشيط جدا في معجال كتابه فنشر كتب عديدة وكتب مقالات كثيرة موضوعات مختلفة كتب عن العلم وعن الفلسفة وعن الاخلاق وعن الجمال وكتب عن الفلك والمنطق والميتافيزيقية كان مدرس محبوب وإلى شعبيته بين الطلاب فكانوا يعني يشوفون انه محاضراته ممتعة جدا لأنه كان يوقي كثير من النقات المرحى أثناء الدروس ومثل ما قلنا عكس الكتب مالتا دي كانت كتب جافة وصعبة الفهم وأخيرا سنة 1770 يعني أسس كرسي المنطق والميتافيزيقية وأعطت الجامعة راتب أفضل يمكن أن يعيش بيه عيشة كريمة نهاية عياته في يوم ثمانية عشرة ألف وثمانمية وثلاثة أصابت الفيلسوف كانت نوبة قلبية فبقى بالإفراش لمدة أربعة أيام بعدين يعني قام ينهض ويتناوروا الطعام مع زائري لكن قوتها بدت تضعف شوية شوية فحتى أنه صباح يوم 12 اثنيا ألف وثمانمية وربعة سمع أحد تلاميذه اللي كان جالس جنبه يهمس بآخر كلمة قال قال كلمة وحدة وبعدها توفى الكلمة هي حسن يعني يقصد أنه كل شيء حسن وأغمض عيني يقول مرافقة كان موته توقفا للحياة لا فعلا عنيفا للطبيعة ودعت مدينة جامعة كونجسبرغ فيلسوفها بمأتم مهيب ودفن في قبل أساتذة مقبرة الجامعة دون أي مراسيم دينية طبعا حتى من كان عايش كان أكو في التقليد عدة جامعة تقليد سنوي أو شيء من هالقبيل أنه يفترون بشوارع المدينة يزورونها إلى أن بالأخير ينتهون إلى الكنيسة فكان الفلسوف كانت يطلعوا إياهم لكل هاي الأماكن حد ما يصلوا للكنيسة كان هما يروحوا للكنيسة كانت يرجع البيتة فحتى من دفن يعني بدون أي مراسم دينية وطبعا بسبب التغويرات السياسية لدولة بروسيا وألمانيا وكذا هاي تم نقض جثمانه مرارا يعني بسبب تقلب الأحوال بعدين تم بناء ضريح على سنة 1924 مناسبة ذكرى الثاني الميلادة وتم نقش عليه عبارة شهيرة اللي هي موجودة بخاتمة كتابه نقد العقل العملي هاي العبارة الرائعة يقول بها كانت واللي تم نقشها على قبره شيئان يملقان الوجدان بإجلال وأعجاب يتجددان ويزدادان على الدوام كلما أمعن التأمل فيهما السماء ذات النجوم من فوقي والقانون الأخلاقي في صدري يقول ولو جيرانت الفيلسوف عن كانت هذا الفيلسوف الضئيل الحجم الذي لم يتجاوز الخمسة أقدام في طوله والذي امتاز بالاعتدال والانطواء على نفسه كان يحمل في رأسه أعظم ثورة في الفلسفة الحديثة أيضا عبد الرحمن بدوي في موسوعة الفلسفة يعتبر كانت أعظم فلسفة العصر الحديث اللي هنا انتهت حياة الفيلسوف كانت وإن شاء الله أخصص ثلاث حلقات حلقة عن فلسفة الدينية وحلقة عن فلسفة السياسية وحلقة عن نظرية المعرفة وشكرا